لا جديد تحت شمس العراق منذ الاحتلال الامريكي فشل وفساد وإهمال حكومي يتجدد مع كل فرصة ينتهزها شركاء العملية السياسية لتعظيم مكاسبهم المادية والسياسية بينما يغرق العراقيون في الفقر والبطالة والمرض وتفشي الأمية غير أن غرق العراقيين هذه المرة لم يكن مجازا فلقد أغرقت مياه السيول الجارفة مئات المنازل في محافظات مختلفة بينما عجزت البنية التحتية المتهالكة عن استعاب المياه وحماية ممتلكات الناس جمعية الهلال الأحمر العراقية نشرت إحصائية ترصد حجم الأضرار الناتجة عن موجة السيول الأخيرة وأكدت أن أكثر من 2300 عائلة تضررت جراء السيول بينها 13 عائلة انهارت منازلها بالكامل في إحدى قرى محافظة ميسان تلك المحافظة التي تتصدر بقية المحافظات بوجود 500 عائلة متضررة تليها محافظة صلاح الدين التي دمرت السيول فيها جزئيا منازل 300 عائلة كما أدت كذلك إلى أضرار هائلة بسبل العيش والأراضي الزراعية وبينما تعلن جمعية الهلال الأحمر عن جهودها لمساعدة العائلات المتضررة تغيب جهود حكومة عبد المهدي التي اقتصر دورها على مطالبة الأهالي في المناطق المنكوبة بإخلاء منازلها وكأن العراقيين لم يكتفوا بعد من رحلات النزوح القصري بسبب الحرب والانهيار الأمني فأضاف لهم حكام المنطقة الخضراء رحلة جديدة للنزوح جراء السيول وبحسب مراقبين فإن سدنة العملية السياسية في العراق مشغولون بصراعاتهم البينية من أجل الوصول إلى المناصب والامتيازات التي تكفل لهم مزيدا من تحقيق الأرباح على حساب الشعب العراقي غير مبالين بما يلاقيه هذا الشعب من عنة ومعاناة حولت حياته إلى جحيم على الرغم من أن العراق من أكثر البلدان إنتاجا وتصديرا للنفط في العالم